لا شك ما في مؤسسة إلا أمامها معوقات يمكن من أهم المعوقات الآن هي قضية الميزانية المتعلقة في هذه العامة التعليم التطبيق والتدريب مع ازدياد أعداد المقبولين ومع ازدياد الشعب الدراسية اللي قد تحتاج أن تفتح لهم كمستجدين أو كمستمرين هذا ينتج عنه أنه حاجة إلى ميزانيات أو ميزانية جديدة لتغطية العبء التدريس الجديد بالإضافة إلى ذلك هذا طبعا أثر على الواجبات أو الأمور الأكاديمية اللي يجب أن يقوم فيها عضاية التدريس كالقيام بالأبحاث كالتفرغات العلمية كغيرة من أمور أكاديمية أخرى اللي تتطلب هذه الميزانية وكلنا نسمع أنه في مشكلة في ميزانية التعليم التطبيقي وفي قصول في ميزانية وإلى آخرى فهذه واحدة من أيضا من التحديات بالإضافة إلى ذلك أيضا الهيئة العامة تعمل بحاجة إلى أساتذة على مستوى عالي للعمل لديها لتغطية النقص ككوادر أكاديمية في القطاعات المختلفة كان قطاع التعليم التطبيقي أو قطاع التدريب مثل ما تفضلوا الأخوان يعني الهيئة العامة التعليم التطبيقي فيها قطاعات للقطاعين هذين زائد الكليات والمعاهد الموجودة يعني يتغطي كافة التخصصات بس الأساتذة الآن موجودين على مستوى عالي يعني من الكفاءة أنا أتكلم عن النقص أتكلم عن النقص ليس مستوى التحصيلي أو العلمي لا 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 أتكلم عن المستوى التحصيلي عن الكفاءات نتكلم عن النقص نقص بأعداد في الكوادر الأكاديمية